الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج الإمام مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق حلالا وقنعه الله بما آته قد أفلح من أسلم ورزق حلالا وقنعه الله بما آته وهذا الحديث أورده ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة النحل عند قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه الحياة الطيبة الرزق الحلال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحياة الطيبة القناعة وقال الحسن البصري وعكرم عليهما رحمة الله لا راحة للعبد إلا بعد دخول الجنة ثم أورد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث قد أفلح من أسلم ورزق حلالا وقنعه الله بما آته وأفلح الفلاح كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى نيل المطلوب والأمن من المرهوب يعني الزول دائر يكون صعيد في الدنيا والزول دائر الله يغفر له والزول دائر يموت حسن خاتمة والزول دائر قبره يكون روضة من رياضة الجنة والزول دائر يوم القيامة موازين تثقل موازين الحسنات والزول دائر يدخل الجنة دا كل مرغوب الزول المفلح دا كل بناله والزول بخاف وبرهب من سوء الخاتمة ومن سوء الحساب ومن عذاب القبر ومن عذاب النار لما نقول لك أفلح معنى الله بأمن من الأشياد ومعنى الله برحمه وبدخل الجنة دائرة الأفلح من أسلم كن مسلم ومسلم إن الدين عند الله الإسلام الإسلام دا قائم عليه أصلين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني باختصار شديد دا تفهم الإسلام لا تبقى صوفي لا تبقى من الإخوان المسلمين لا تبقى أنصار سنة خشوا السياسة لخبته وذلك الصوفية عباد بشر وذلك أخوان المسلمين بتاع اللخبة معروفين أصلا من بدايتهم من حسن البنة مرورا بسيد قطب مرورا بجماعة شد في النهاية بتاع اللخوة ساوي خاصة في بلدنا دي معروفين ماذا يريدين اثنين ثلاثة وياهو طلف إنها يتعبوا البلد دي يعني خلوا بلدنا دي جتا كوري يعني السلعين دي دا قيم فيها مقلبة بسيدير دا دا قيم فيه مقلب واحد من الطواف دي ذكرتها لك دي كل بلدنا دي نسأل الله العافية الإسلام لا تبقى أخو مسلم ولا تبقى صوفي ولا تبقى أنصار سنة خشوا في السياسة وبقى أحزاب وبتاع اللخبة كلهم ولا تبقى جماعة تبليغ تعفش سايب تكره التوحيد وما بتتكلم في التوحيد وتكره دعاة التوحيد والناس اللي بنتقده أهل الباطل وشايف الكلام دا ذاته من الحكمة ولا تبقى سروري موضوعك يا أول حكام والكرسي ووق والشريعة حكموا لا شغال بالتوحيد وتخالف المنهج القويم وبلاوي تقيلة في البلد دي شوف الإسلام دا اتنين واحد تعبد الله براه بس براه بس في الشدايد يا رب نجينا لا تقول يا مكاشفي يا كباشي يا صايم ديمة يا برعي دل تشت ماتوا ماتوا الله كتلون الله كتل دل ما قوي شوفك دل تشت رقضون سلطة إذا صح التعبير كتلون لك تشت رقضون تحل وحي ما بموت قوي ولا ما قوي قوي بس يتخليق عقيدتك في القوي دا بس لك يا اخ برعي مات يا وحي بياكل شوف أنا الدقائلة اي زول بياكل ما تعبد بس براحة كان زولك دا بياكل اي فلك يا اخدين عندهم عصيدة حامضة فيها بركة خلاص شغلت جايطة لان الله قال لك في القرآن ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان اي شنو الطعام لان البياكل محتاج للطعام والمحتاج للطعام بعد يأكل بمش وين مش الحمام ما عشان كاي رب العزة والجلال قال عن نفسه قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا شنو ولا يطعم الله بأكل الناس وما فزول بأكله سبحانه وتعالى وغني عن العالمين في الشداي التنادي عربية ذارة قلب اياك تنادي البشر يا غد حسونة ويا التوم ودبان نقا ويا منو واحد برضو جابوه في رفاعة مشيت رفاعة لقيت الصوفية بنو قبة وانصار السنة لخبة الشغلة وابا يخذ اتو الله محل ما تقبل بلدنا دي غايت وشدو حيالكم وقالوا ثلاثة سنة اصلي مشت منها كم شهر شفت الثلاثة سنة دي نحن منشتغل شفت أبو الزنان بس البلد دي نبقى لك أبو الزنان ورفي جفت راحة ما افتن والله ما عرف بعد ثلاثة سنة يحصي يمكن تكتم الشغلة صحى ولا ما صح هالثلاثة سنة دي سرد بسي والله يتوحيد شفciones شفت نعلم انتوحيد ان شاء الله نسوان نشتغلا في النسوان توحيد في المواصلات توحيد انا ماشي البلد في البص شغلوا لنا الحمود وشغلوا لنا داك البكورك هسام حياته ما جوبت في الغنية والرجال قاعدين قم توريت ونستمح من الكعب والله الله يتقبل اشتغلته وتوحيد لما الناس سخنوا في النهاية قفلوا الشغل الله يتقبل نزلنا معاهم والله كل محل ما تمشي وان ما بقول لك انا انا ما ساوي نعلاته والله ما ساوي شيء لكن في النهاية انت اشتغل دعوة اشتغل توحيد محل ما تقبل وما تحقر نفسك لو بتصيف صعود قول التوحيد والشير كعب اقعب من الصعودة ولا ما اقعب اقعب منه والله الله قال ما شايف صورة البرعي بخدتها في محل الصعود ما شفته عماري ممتاز وصورة فوق اجيب الزبائن ولا ده بجيب شنو شغل كلها مدلقنا يااخ وشغلها جايطة يااخ ياخد برعي بتاع شنو اللي بنفعنا يااخ ومكاجفي شنو يااخ ياخد ديل ما بيعمل اي شيء ولو بيعملوا شيء كان عملوا لينا نحنا ونحنا كلامنا ده حار كذي لانو البارد مرات ما بنفع والله بارد في محلات بنفع كان جابوا لك يسكرين بارد ظريف لكن جابوا لك فول من التلاجة واحد من القدرة بتاكل يااتو بس نحنا شغلتنا دي الناس دي جاعت ومدارين مدارين نفتح نفسهم البارد ده ما بنفع يقعدوا يجاهدوا لقم مارقة واحدة شوف شغل يكون واضح كذي الله واحد خلق السماء خلق العرض صوفية ديل قالوا شيوخهم بدوا الجنة كباجي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباجي يربط ويحل في كل محل كباجي المتوكل ليه امره يكل كباجي من غير مس وتفل كم ادى الطفل كباجي دي بلد تمش ليه قدام وليه اسي مش الناس يقولوا حرية بنات ما شاتي اغ في الشوارع ببناطلين عشان تجي الحلقة تكسب لك عجرة حسنات ولا الف حسنة تكسب لك مية سيئة في الطريق والله الا يضغط بصرك والدنقر ومرات تقرأ في كتاب ومرات بناتلين ماشا زول ما بيزالوا تمشي تقيف في الجامعة دار تقول الله واحد يجيق عمك اسمه اتا استاذ انت احاج والجماعة تجابه اللي جان زاته مرقه برا اقول اتعيد علي الله ما تضيع زمان الناس يا اغه والله الذي لا الى غيره شفت اللي هام دي حجاج ما عندهم طريقة ايه زول يجيقوا لك اللجنة ونحن لجنة المسجد قول لي لجنة البلد تدفق كوه لجنة بتاع شنو اقول اتعيد يا اغه دي حرية قالوا الجماعة دي حرية والله حرية دي نسلخ ونسلخ والله الذي لا الى غيره والله وبعدين موضوع واضح جدا الله واحد دي الناس تقول في اي محل وتخلص لله والله الله يرحمنا والله الذي لا الى غانا الصفوف يا اغه ليس نساوين قاعدات وبانزين صفوف الجاز قريب تمنمية متر حافلات واقفة يا اخي الناس دي اخي بلدنا دي اخي خير فيها والله يستخد زرعة هنا بعد بكرة القاقامت فواكه الراق ده والناس جاي عانا مستشفيات راق ده تخش بيه مرض تمرك بيه تلاتة امراض ادوك امراض جوه زاته الحاصد شنو في البلد دي لانه جماعة الشغل دي فيها غضب والله واكتر شي بغضي بالله الشرك شغال في بلدنا فك يا شغالين تعاني الحجبات يبيعوا ايانك يا تاجر واحد يجي عنده حصوة ادو حاجة يجيب له حصوة زيادة وحجبات شغالة ويناد الشيخ في الشدائد الله قال في القرآن ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود بعد ذاك الاصل التاني الناس تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام زامد الله في الاجال ووفق بنجي ان شاء الله كل واحد وخميس نواصل جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد